غرفة باريسية للنوم وسط أسماك القرش سيتمكن عشاق رحلات من تجربة مغامرة فريدة في نوعها سيكون باستطاعتهم النوم تحت الماء وبرفقة أسماك القرش وذلك في أكواريوم باريس الذي يقدم أولى غرفة نوم تحت الماء في العالم الغرفة الزجاجية ذات تصميم دائري والتي تسعى لشخصين تغوص في حوض مليئ بأسماك القرش المفترسة وسينام النزلاء على عمق عشرة أمتار تحت سطح الماء لا يفصيلهم عن هذه الحيوانات المفترسة سوى جدار شفاف فلا ننصح أصحاب القلوب الضعيفة بتجربة هذه المغامرة ميزة حدث مثل هذا هي أنها تتيح لنا الفرصة للشرح أن القرش كائن يخشى كثيرا رغم معرفة الأشخاص عنه القليلة فقط فسنحاول تقريب الإنسان من القرش وعادة نجد أن الغواصين والمهتمين بالبيئة هم من على معرفة بأسماك القرش لأن هذه التجربة تتيح لنا الفرصة للوصول إلى جمهور أكبر وتهدف تجربة النوم تحت المياه بين العشرات من أشرس وأقوى أنواع أسماك القرش إلى أعطاء الزائرين لمحة عن هذه المخلوقات البحرية والتي يجهل العديد من الأشخاص حقيقتها وميزاتها مهبراهيم العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة